بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي على نبيه الكريم أيها الإخوة الفضلاء أيها الأخوات الفاضلات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته نتحدث في رحاب سورة التين وهذه السورة من القرآن المكي ومعلوم أن القرآن المكي جاء لكي يرسخ ويثبت العقيدة ويرد على شبهات بعض أهل الكتاب وبعض الكافرين والمشركين وكما نلحظ أن سورة التين بدأت بقول الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين يقول بعض أهل التفسير أن كلمة التين والزيتون يقصد بها بلاد التين والزيتون بلاد التين والزيتون أي بلاد الشام وفلسطين والأردن طبعا هذه البلاد تشتهر بالتين والزيتون وهاتان الفاكهتان لهما فوائد جلة ويمكن أن يعينا الجسد على التخلص من كثير أو التجنب لكثير من الأمراض والأعراض فالله سبحانه وتعالى أقسم بها للفت الانتباه وشده إليها وإلى أهميتها زيادة على أن بلاد التين والزيتون مقصودة بالقول لأنها بلاد أيضا تنزلت فيها الرسالات ومصلى الأنبياء وكان إليها المعراج فهي بلاد مخصوصة بلاد مقدسة والله ذكرها في القرآن في أكثر من مناسبة بالقداسة والطهر يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارحنا فيها فهذه الأرض هي أرض مقدسة وحظيت برسالة سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام ولد فيها وتحرك فيها فالله سبحانه وتعالى أقسم بالبلاد التي نشأ وترعرع ودعا إلى الله فيها سيدنا المسيح عليه السلام وطور سينين أيضا جبل الطور هو الجبل الذي ناجى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام وهذا البلد الأمين مقصود فيه طبعا هذا الإشارة لأن الوحي تنزل في ذلك المكان رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك كله إشارة إلى أن الرسالات تنزع من منزعا واحد بعث النبيين وبعث المرسلين إله واحد لا إله إلا هو لكي يدل البشرية ويهدي طريقها ويقود دربها ويرشد مسيرتها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين كل هذه الإشارات إشارة إلى أن كلمة الديانات نقولها مجازا أما الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام كلهم دعوا إلى الله سيدنا عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سيدنا محمد يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى نلاحظ الحميمية في العلاقة نلاحظ المحبة لأنهم مبعوثون من رب واحد لا إله إلا هو والناس كلهم عيار الله وكلهم خلق الله والله سبحانه وتعالى يحن عليهم ويتكرم عليهم برحمته وفضله فيرسل إليهم الرسل والنبيين ويرشدهم ويجعل آيات في السماوات والأرض تقودهم وتهدي خطاهم فالمولى سبحانه وتعالى يشير إلى هذا كله بقوله سبحانه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين بعد هذا كله يقول المولى سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم والمتأمل لا يرى ضرورة شديدة ولا حاجة أكيدة لكي يقسم المولى سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم فخلق الإنسان وقوام الإنسان والأشياء الكثيرة الموجودة في الكون المسخرة للإنسان كلها شاهدة على أهمية الإنسان وكرامته عند الله سبحانه وتعالى لكن الذي أحوج إلى هذا التأكيد أن الكافرين لا يريدون أن يعترفوا حتى بأن الله خلق الإنسان وأنه خلقه في أحسن تقويم هذا الاعتراف لا يريدون أن يفعلوه لأنهم يعرفون متلازمته ما هي المتلازمة مع اعترافهم بخلق الإنسان يعني لو اعترفوا أن الله خلق الإنسان وكرمه ونعمه لا وجب أو لا صارت حجتنا أقوى عليهم بأنهم مطالبون بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لهذا أكد المولى سبحانه وتعالى هذه الحقيقة التي لا يمتري فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان أكدها سبحانه فقال لقد يعني كما نقول والله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم يؤكد المولى سبحانه وتعالى أن نظرة متأملة في مسيرة الإنسان يجد أنه يبدأ طفلا ثم ينشأ غلاما يافعا شابا قويا ثم يدلف إلى مرحلة الشيخوخة والعجز والهرم فليتأمل في البداية وليتأمل في النهاية ثم رددناه أسفل سافلين بعد ذلك يخف السماع ويخف البصر وتضعف القوة وتظهر حاجته إلى مولاه وربه إذن الأولى أن يتعرف الإنسان على مولاه في ساعات الرخاء والقوة والفاعلية والتأثير فليتعرف الإنسان على مولاه في هذه اللحظات وفي هذه المناسبات قبل أن يدركه الهرم والشيخوخة ثم يصبح كما فعل صاحب الجنتين يقلب يديه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها أولى بنا وأحرى أن نقبل على الله رب العالمين في مرحلة الصحة والقوة والعافية فنؤمن وننشر الإيمان وندعو للإيمان كي نلقى الله وهو راض عننا أسأل الله أن يرضى عمنا جميعا وأن يدخلنا وإياكم في الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته